السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبوا هذا الفيديو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إخواني أخواتي لإستدعاة اليوم الخادمة التي تشتغل فيلة سعيد الناصري والكشفات عن قيام سعيد الناصري بتصوير فيديوهات داخل الفيلا والحضور التي كانت تشمل فتيات وكذلك نساء وزوجات رجال سياسيين وبرلمانيين ورياديين والحضور لحفلات الماجلة ماجلة اللي كانت مئة في مئة يعني اللي كانت يحضروها بعض الوزراء السابقين وكذلك الحاليين والقضية كبيرة وكبيرة جدا اللي فيها مشاركة مسؤول الكبار في طمس الملف دي المخدرات واللي كانت يشط فيها بن براهيم بارون إسكوبار الصحراء الزوج السابق دي اللطيفة رأفت ولي كان توسط لي سعيد الناصري من أجل الزواج لكن بوحد الشرط اللي هو جوزافي واللي هو مليار سنتيم شرط القبول هاد الزواج فعلا لطيفة رأفت اللي قبلها هاد الزواج هاد الأخيرة لما كانش علمة على حتش حاجة بشي نشاط اللي كان كيقوم به المالي إسكوبار إلا بعد سماع بعد المكالمات وتسجيلات الهاتفية في الهاتف ديال هاد البارون المخدرات لطيفة رأفت لتفاجآت بهات تسجيلات وهاد المكالمات وكذلك الحضور دياله يعني في بعض الحافلات الماجنة وكذلك الغياب دياله خارج أرض الوطن وهاد شي اللي خلالها أنها تطلب ديك الطلاق الشقاق من طرف محكمة الأسرة بمدينة الدار البيضاء وفعلا يعني محكمة يعني قبلات ديك الدو ديالها وكان واحد انفصال بناتهم يعني بواحد المبلغ مالي باش يتم هاد الطلاق فعلا اخواني 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 تفيدل هاد التطورات والتحقيقات المتواصلة من طرف الفرق الوطنية الشرطة القضائية وكذلك سلطات الامنية لتحققات مع الخادمة لكشفات بعض الحقائق اللي هي صادمة بخصوص لطيفة رأفت واكدت انه فعلا كانت تحضر هاد الحفلات والنيا ديالها هي إحياء هاد الحفلة في الفيلا ديال سعيد مصري واللي كان الحضور بعد مسؤولين كبار مقابل اموال لا غير سيدة كانت تحضر هاد الحفلة كانت مشطها يعني ومنتم يعني كانت مشي بحالتها هاد شيء اللي كانت نية ديالها ديل هاد لطيفة رأفت لكن الصدمة الكبيرة وهي التصريحات الاخيرة اللي استرح بها سعيد مصري من المحققين ولي كان صرح بها ان لطيفة رأفت كانت كتجل بلتها هي الفتيات ويعني بمعنى اصح يعني قوة ذا وهات شيء اللي كانت نفاته يعني لطيفة رأفت جملة وتفصيلة خصوصا وانه هناك بعض المشاكل اللي بينها وما بين سعيد الناصري سعيد ناصري اخواني اخواتي اللي كانت رفض اي محامي انه ينوب عليه فالسيد فعلا ناوي انه يفضح كل شيء من داخل السجن وكاشا اللي كي يقبع فيه حاليا وغاد شيء اني ربما هناك نية اللي كي يحاول انه يكشف المسؤول ويفضح بعض المسؤولين اللي الان ما حماوش اللي الان ما حاولوش انهم يدافعوا لي في القضية دين المخدرات والقضية اللي مرتبطة باسكوبار الصحراء وكذلك سيد بعيوي هذك سيد لي رئيس الجهة اللي عنده واحد مشاكل اخرى ولي هي خطيرة وخطيرة ولي كانت خرجات بزوجة طريقة دياله ولي مشات عند الفرقة الوطنية يعني وفضحات يعني هذ بيوي وكذلك سيد بناصيري بتزوير بعض الوطائق للاستيلاء على جميع العقارات وكذلك الفيلة الضخمة يعني اللي توجد مدينة الدار البيضاء وبالطرق بحي كاليفورنيا الشهير ولي كتساوي اكثر من 11 مليار سنتيم هذك الفيلة اخواني اخواتي هي اللي كانوا يحضروا فيها المسؤولين وزاراء رياديين فنانين وزيد وزيد وكذلك امنيين يعني فالقضية راه يمرونة اخواني اخواتي قضية فهي مرونة فهاتشي كامل كانوا يحاولوا انهم يستوليوا على العديد من الشقق يعني كذلك مدينة سعيدية وفعلا هاتشي اللي كان صرح به اسكوبار صحراء المالي بن براهيم اخواني 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 فيما يخص هذه التجيلات وكذلك صور الفيديوهات اللي كان يحاول سايد نصير انه يصور تبت الكاميرات داخل الحمام وكذلك الصالة دي الفيديوهات وفي جميع الاماكن وهاتشي كامل باش تكون اداة لاندفاع على المصالح دياله خصوصا وانه يعني كان كنت تتاجر في هات القضية ديال المخدرات كذلك اه كان كي حاول انه يتمص ملف ديال السلاء على العملاك ديال اسكوبار الصحراء وفعلا هاتشي الفيديوهات دي كان كي حاول انه يتغطع المسؤولين فمن المرجح ان هاتصور الجنسية للطيوف دليل على سك الاتهاب وهو مستوح لوجود علاقة او ارتباط في جرائم او اشياء اخرى وهي خطيرة وخطيرة جدا لشراء الصمت او لتنفيذ اوامر او لابقاء على التستر والتزام بعدم البوح بالجرائي فاليوم اخواني اخواتي امام واحد القضية وهي خطيرة لان هناك مسؤولين من وزراء فابقين لكانوا حاضرين هذه الفيديوهات اكيد عادوك خمسة وعشرين شخص لتم الالقاء القبض عليهم من امنيين من رجال سياسيين من فنانين من رياضيين كلهم كل واحد غي يجبد يعني متهم او مشارك في القضية اللي هي معروفة بقضية ساعد مصيري والبعيوي اللي صراحة هذيك الطريقة ديله اللي كان لها الفضل هاي اللي كانت اول واحدة بفجرات القضية ديال بعيوي اللي كانوا كينشطوا في المخدرات ولي كانوا كينشطوا في تزوير الوطائق باش يعني استوليو على جميع يعني شقق المتواجدة بل براهيم متواجدة بسعيدية وكذلك الفيلا اللي كانت كتاوي 11 مليار سنتيم فهنا كنشوفوا اخواني اخواتي اللي غايتم في جميل اصلاحات هذي الاصلاحات اخواني اخواتي اللي كنا كنتظروا هذي ندة سنوات وفعلا صاحب الجلالة اللي كان كي طالب ميرانو وتقرام في العديد من يعني الخطابات يعني اه في الاعياد اللي كان كي حاول انه يطالب الاصلاحات اصلاح الادارة اصلاح القضاء اصلاح الامن يعني جميع الميادي وفعلا جاليوم باش يتفتحوا هذي الناس وفعلا جتكون واحد محاسبة تاريخية والمغرب ان شاء الله عمقاري يعني غتكون واحد دولة للقانون والحق وهذا الشي اللي كانت منهم الله عز وجل فما بغناش يعني غير الفقير هو اللي يتحاكم يعني في شي قادية وفعلا الناس اللي كيكون فقارة هما اللي كيكون مضلومين وكيدخلوا للسجن والناس اللي كيكونوا اغنياء اللي كيكونوا هما يعني متهمين مئة في مئة فكيتم اطلاق الصراحة دينهم وهذا كان شو هذي كيتم حقرة صراحة حقرة رامكي بغى اي واحد فصراحة اخوان اخواتي احنا عدنا تيقى اليوم عدنا تيقى تامة في القضاء المغربي اللي غيقول الكلمة ديره الاخيرة ولا غتكون محاكمة تاريخية لجميع المسؤولين لجميع المسؤولين والمحاسبة دينهم على جميع هذي الاختلاسات اللي كيقوموا بها هذي الممارسات يعني تجارة المختيرات اللي صراحة احنا بغينا البالد ديننا مشي القدام مشي رجاء الله فاليوم العالم كله منظر يعني بهذه الإصلاحات وبهذه الاعتقالات اللي هي سابقة في التاريخ المغربي اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد فما تبخلوش انا بالله يكذلكم وكذلك البرتاج باش تأم تصلوا بما وجدد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة